تابع الوحدة السابعة معالجة التكاليف المشتركة Giant Cost Streatment معالجة التكاليف المشتركة حيلاحظ أن التكاليف المشتركة هي التي يتم تخصصها أو توزعها على المنتجات المشتركة فقط دون العرضية أو الفرعية بعد الطرق توزيع هي يبقى خلي بالنا التكاليف المشتركة تخصص أو توزع عن المنتجات المشتركة فقط لو جيت سئلتك سؤال لتولك إيه التكاليف المشتركة يتم تخصصها على كل من المنتجات المشتركة والفرعية أو الغلط تخصص على المنتجات المشتركة فقط طرق التخصيص فيه ثلاث طرق رقم واحد طريقة القياس المادي Physical Quantity Method طريقة القياس المادي طرق تانية اسمها رقم اثنين طريقة القيمة البيعية الإجمالية القابلة للتحقق Relative Sales Value at Spillitof رقم ثلاثة طرق تالتة طريقة صاف القيمة البيعية القابلة للتحقق Net Sales Value Method التلات طرق دولت بنستخدمهم في تخصيص التكاليف المشتركة على المنتجات المشتركة فقط طب مال لو فيه منتج عرضي هل يخصص عليه؟ لا لا يخصص عليه تكاليف مشتركة طب مال نعالجه ازاي؟ نشوف نعالجه ازاي؟ معالجة ايراد المنتجات الفرعية البيبرودكتس ريفينيو تريتمينت ازاي نعالج لو فيه منتج فرعي ايراده يتعالج ازاي؟ لانه هو مش هيتحمل بتكاليف مشتركة مش هيتخصص عليه تكاليف مشتركة طب نعمل فيه ايه؟ ناخد ايراده ونعالجه بطريطين يلاحظ بأكد مرة تانية ان المنتجات الفرعية لا يوزع عليها خلي بالك من كلمة لا لا يوزع عليها التكاليف المشتركة وانما يعالج ايرادها بعدة طرق هي الطريق رقم واحد تخفيض التكاليف المشتركة باراد المنتج العرضي وتوزيع الصافي على المنتجات المشتركة يعني ايه؟ لو كانت التهم مشتركة التكاليف المشتركة 10500 ريال واراد الفرعي المنتج الفرعي 500 ريال معنى ذلك ايه؟ ان انا اجعل التكاليف المشتركة وخفطها بمقدار ارادة المنتج الفرعي يعني بعد التخفيضي بابايا عندي كام؟ 10 ثلاثة هما دول العشر الثلاث اللي ابدأ اوزحهم على المنتجات المشتركة باي طريقة من الطرق الثلاثة السابقة اللي اتكلمنا عنها قبل كده دي اسمها طريقة تخفيض التكاليف المشتركة رقم اتنين طريقة تانية عدم تخفيض التكاليف المشتركة وتوزحها بالكامل على المنتجات المشتركة ووضع ارادة المنتج العرضي بقيمة الدخل ضمن الارادات الفرعية او الارادات العرضية يعني لو حطبت طريقة تانية عدم التخفيض يبقى لما اجاء اوزع اخد العشر تلاف وخمسمية زي ما هم بدون تخفيض ووزحهم على مين على المنتجات المشتركة تباعمل ايه في الخمسمية توضع في قيمة الدخل تم وضعها في قيمة الدخل ضمن الارادات الفرعية